عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الضمام ويروي لنا المبتدى والخضر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين هذا مجزوم به وفي ربيعه الأول على قوي أكثرين وقد كان الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمره صلى الله عليه وسلم لما تقارب زمانه فأما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فعما كانوا يجدونه في كتبهم من صفته صلى الله عليه وسلم وصفة زمانه يدل على ذلك ما رواه ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن عن حسن بن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام يفعه ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كلما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يقول يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه فقالوا له ويلك ما لك فقالهم قد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به ومث ذلك ما رواه أحمد والحاكم والطبراني وغيرهم عن سلامة بن سلامة بن وقشن رضي الله عنه وكان من الصحابة بن أهل بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا ذات يوم من بيته قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل وأنا أحداث من فيه يومئذ سنا علي بردة مشتملا فيها متجعا بفناء أهلي قال فذكر البعث والقيامة والحساب والبيزان والجنة والنار يقول ذلك لأهل شرك أهلي أو ثاني لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان آترى ذلك كائنا حقا أن الناس يبعثون من قبورهم إلى دار فيها جنة ونار فيجزون بأعمالهم فقال نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظمة نور في الدنيا يحمونه فيدخلونه فيه فيطبق عليه به وأنه ينجو من تلك النار غدا أو الله العافية يا ربي أنجنا منها يا ربي قالوا وما آية ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلدة قال وأشر بيده نحو مكة واليمن قالوا فمتى تراه كائنا قال فنظر في القوم وأنا من أحدثهم يومئذ سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا ذك اليهودي وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به حسدا وبغيا فقلنا له ويحك يا فلان ألست بالذي قلت كذا وكذا فقال نعم ولكن ليس به ومما يدل على ذلك أيضا ما رأوه ابن إسحاق في سيرته بإسنادين صحيح عن رجال من الأنصار قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام بعد رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من يهود كنا قوما أهل أوثان وأهل أصنام وكانوا قوما أهل كتاب وكان لهم علم ليس عندنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإيرام فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به وبادرناهم إليه فآمنا وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فهذا بعض ما يدل على أن أحبار اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعرفون زمانه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك النصارى فقد روى ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني بإسناد حسن عن زيد بن عمر بن نفيل أنه قال قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج قد خرج نجمه فارجع فآمن به واتبعه ويدل على ذلك أيضا حديث هرقل مع أبي سفيان الحديث الطويل الذي روه البخاري في الصحيح والذي فيه أن هرقل سأل أبا سفيان أسئلة كثيرة فقال هرقل في آخر كلامه قد كنت أعلم أنه خارج لكن لم أظن أنه فيكم وإن يكن ما قلت حقا لا يملكن موضع قدمي هتين ولو عرفت أني أخلص إليه لتجشمت لقية ولو كنت عنده لغسلت قدميه صلى الله على رسوله وسلم ومثل ذلك ما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه وهو حديث طويل يذكر فيه صفة إسلامه قال سلمان رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته الدهقان دهقان القرية وعظيمها ورئيسها قال وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل حبه بي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية قال واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها فلا يتركها تخبو ساعة قطن النار هو هذا الشرحه وخازنها وموقدها الذي لا يتركها تخبو قال وكان لأبي ضيعة عظيمة وإنه شغل في بنيان له يوما عن ضيعته فقال لأي بني إني شغلت اليوم في بنيان عن ضيعته فأتها وأمرني ببعض ما يريد فيها قال فخرجت أريد الضيعة فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون قال وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته قال فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت الكنيسة أنظروا ما يصنعون قال فأعجبني ما رأيت من أمرهم ورغبت فيه وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فما كثت معهم فلم أزل معهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتها وقلت أين أصل هذا الدين قالوا بالشام قال فرجعت إلى بيت أبي وقد باعث في طلبي وشغلته عن عمله كله فلما رأني قال أي بني أين كنت ألم أكن عاهدت إليك ما عاهدت فقلت يا أبتي إني مررت بقوم يصلون فأعجبني ما رأيت من أمرهم فلم أفارقهم حتى غربت الشمس فقال أبوه يا بني هذا الدين لا خير فيه دينك ودين آبائك خير منه فقلت لا والله بل هذا الدين خير من الدين الذي نحن عليه قال فخافني أبي فوضع في رجلي قيدا وحبسني في بيته قال فبعثت إلى النصارى وقلت لهم إذا جاءكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم قال فجاءهم ركب من النصارى من الشام تجار قال فأخبروني فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى بلدهم فأذنوني بهم قال فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى بلدهم أذنوني قال فألقيت القيد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت لهم من خير أهل هذا الدين فقال الأسقف في الكنيسة الأسقف هو رئيسهم في الديانة هو راهبهم الكبير قال فأتيته فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين فأتيتك لأخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك قال ادخل قال فكنت معه وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويحضهم عليها فإذا جمعوا له منها شيئا اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين شيئا قال فبكث حتى جمع سبع قلال من ذهب ووارق قال فأبغطته بغضا شديدا لما كنت أرى منه ثم مات فاجتمع إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويحضكم عليها فإذا جمعتم منها شيئا اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا فقال له ما علمك بذلك قال فأريتهم موضع القلال قال فحفروا فأخرجوا سبع قلال من ذهب ووارق قالوا هذا والله لا ندفنه فصلبوه ورموه بالحجارة وجاءوا بآخر قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أي ليس بمسلم فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا وأحرس على الآخرة وأداب منه ليلا ولا نهارا قال فأحببته حبا لم أحبه أحدا من قبل قال فأقمت معه ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني أحببتك حبا لم أحبه أحدا من قبل وإنه قد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله لا أعلم أحدا اليوم على مثل ما كنت عليه قد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل فأتهي وكن معه فإنه على مثل ما كنت عليه قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل وقلت له إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأن أكون معك وأخبرني أنك على مثل أمره قال فأقم معي قال فأقمت مع خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن حضرته الوفاة قال فلما حضره الموت قلت أي فلان إني كنت عند فلان فأوصابي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني قال والله يا بني ما نعلم أحدا بقي على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بعمورية قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فكنت معه مع خير رجل على أمر أصحابه قال واكتسبت فكان لي بقرات وغنيمات ثم حضر صاحب الوفاة فلما حضرته قلت له إني كنت عند فلان فأوصابي إلى فلان وإن فلان أوصابي إلى فلان وإن فلان أوصابي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني فقال أي بني والله ما أعلمه أصبح أحد من الناس على ما كنا عليه لكن قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم يخرج من أرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل الحرة حجارة سوداء كأنها احترقت بالنار ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي واقعة بين حرتين قال مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل له علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق به ففعل قال ثم مات ومكثت ما شاء الله أن أمكث بعمورية حتى مر نفر من كلب تجارا فقلت لهم تحملوني معكم وأعطيكم غنيماتي هذه وبقراتي قالوا نعم ففعلوا قال فأعطيتهم بقراتي وذهبوا بي فلما كانوا بوادي القرى غدروا بي فباعوني من رجلي من يهود عبدا كأني عبد قال فكنت معه ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي لم أستيقن ذلك قال فأنا عنده إذ جاءه ابن عم له من المدينة من بني قريضة فباعني منه قال فذهب بي إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي قال فأقمت بها وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق قال ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأسي عذقة لسيدي أعمل فيها بعد العمل إذ جاءه ابن عم له فقال له يا فلان قاتل الله بني قيلة بني قيلة الأوسوى الخزرج قيلة أم من أمهاتهم القديمة قال قاتل الله بني قيلة إنهم الآن مجدمعون بقباء على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي هما يتكلمان في أسفل النخلة وسلمان رضي الله عنه في رأسها قال فلما سمعتها أخذتني العرواء الرعدة حتى ظننت أني سأسقط على سيدي قال فنزلت وجعلت أقول لابن عمه ذاك ما تقول ما تقول قال فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال ما لك أولي هذا عليك بعملك أقبل على عملك سلمان يقول إنما أردت أن أستثبته عما قال قال فجمعت شيئا فأتيت قباء وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك ذو حاجة وغرباء وهذا تمر كنت أعده للصدقة فرأيت أنكم أحق به فأعطيته إياه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كلوا وأمسك صلى الله عليه وسلم يده وسلمان ينظر قال سلمان في نفسه هذه واحدة للعلامة التي كان ذكر له صاحبه بعمورية يقول له يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة قال سلمان في نفسه هذه واحدة قال ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى المدينة من قباء المدينة قال فجمعت شيئا ثم أتيته فسلمت عليه وقلت قد رأيت أنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أحببت أن أكرمك بها قال فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أصحابه كلوا فأكلوا قال نسلمان في نفسه هاتان اثنتان قال ثم أتيت بقيع الغرقن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أصحابه عليه شملتان فسلمت عليه ثم استدرت أنظر هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استدبرته علم أني أبحث عن شيء وصف لي قال فألقى الشملة الشملة عن ظهري فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه قال فانكببت عليه وقبله وأبكي فقال لي صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت وأخبرته خبري سلمان يقول فأخبرته خبري كما أخبرتك يا ابن عباس فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع أصحابه ذلك يعني أن يسمع أصحابه أن خبره صلى الله عليه وسلم كان معروفا بل خبر زمنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند رهبان النصارى قال ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحود قال سلمان فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كاتب يا سلمان المكاتبة أن يتفق العبد مع سيده على مال يؤديه إليه يشتري بذلك حرية قاله كاتب يا سلمان قال فكاتبت سيدي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير الفقير موضع يحفر فيه سهل دمث يحفر فيه للنخل قال فكاتبت سيدي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أخاكم قال سلمان فجعل الرجل يأتي بثلاثين ودية الودية النخل الصغيرة ودية جمع ودي قال فجعل الرجل يأتي بثلاثين ودية والرجل يأتي بعشرين والرجل يأتي بخمسة عشر حتى اجتمع لي ثلاثمائة ودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان اذهب ففكر لها فإذا فرغت فادعني أكون أنا أضعها بيدي قال ففقرت التفقير هو أن يحفر لها قال ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فخرج معي صلى الله عليه وسلم فجعلنا نقرب له الودي وهو يضعه صلى الله عليه وسلم بيده قال فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة قال فأديت النخل وبقي علي المال قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بمثل البيضة من ذهب من بعض مغازيه فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له فقال يا سلمان خذ هذه فأدي بها عنك فقلت يا رسول الله وما تبلغ هذه فيما علي فقال صلى الله عليه وسلم خذ فسيؤدي الله عنك قال فذهبت فوزنتها لهم فوالذي نفسي بيده وزنت أربعين أقية فأوفيت الذي علي وعتقت وكنت وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ولم يفتني معه مشهد أبدا فهذا أيضا مما يدل على أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر زمانه كان حديثا عند اليهود والنصارى وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين